أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية تطوير المواني مشيراً إلى التوجهات الرئاسية بتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومزاياه التفضلية كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية وتحويل ذلك إلى قيمة اقتصادية مضافة بالتعاون مع القطاع الخاص تصريحات مدبولي جاءت على هامش مراسم التوقيع على عقدي التزام لمشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بكل من ميناء السخنة ومحطة الحاويات برصيف مئة بميناء الداخلة وذلك بالتعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية وتبلغ قيمة استثمارات المشروعين مليار وستمائة مليون دولار وبطاقة تداول أكثر من خمسة ملايين حاوية مكافئة سنوياً مع عوائد مباشرة متوقعة تبلغ نحو خمسة مليارات دولار خلال مدة التعاقد وهي ثلاثون عاماً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر